احنا سنوية عامة دفعة سمية الخشاب اتنين ايه ده؟ هو في ايه؟ هي سمية الخشاب اعتزلت الفن وكمان بقت تدرس لطلاب السنوية العامة؟ اه حصل ودي كمان تاني دفعة حتتخرج من عند سمية الخشاب بس هي ما اعتزلتش الفن ولا حاجة دي بس فكرت بره السندوق تعالوا اقولكو عملتي الحكاية بدأت في شهر مايو عشرين اتنين وعشرين قرب امتحانات السنوية العامة دفعة واحد وعشرين اتنين وعشرين وكانت الطلاب وقتها مجدودة عصابهم فكتبت سمية الخشاب تويتات على حسابها الشخصي تهديهم وتعرفهم ان السنوي ده مجرد مرحلة والدنيا مش واقفة عليها وفي الاخر مش كل الناس بتشتغل في اللي درسوه وكتير بيشتغلوا في اللي نكحوا فيه وحبوه وكان بعيدة عن درستهم وقتها ردت عليها طالبة في السنوية العامة قالت لها انا مش قلقانة غير من الفرنساوي برا السندوق خررت تستغل التفاعل القوي معها على السوشيال ميديا وخصوصا في الفئة العمرية الاندر ايج من طلاب السنوية وعملت حاجة جديدة خالص غيرت صورة البروفايل لصورة كاراكتر شبهها كده متقمسة دور المدرسة وقالت لهم انا معاكم هبست لكم قواعد الفرنساوي علشان تحفظوها وتحلوها كويس وغيرت التويتات عبارة عن شرح بسيط لقواعد اللغة الفرنسية الاساسية وكمان تغريدات تانية لشرح باقي المنهج واتفاعل جدا الطلاب معاها ومنشنوا بعض على تويتر والموضوع كبر ده كمان طلاب سنوي مش بس فهموا المادة دول قالوا لها عايزين شرح الباقي المواد وفعلا سمية فضلت معاهم من قبل الامتحانات لحد اخر مادة بتغريدات شرح للمواد الدراسية المبسطة وفيها كل المعلومات اللي بيها يقدروا يلموا المواد الدراسية بسهولة والدفعة دي سموا نفسهم دفعة سمية الخشاب وفي نفس المعاد السنة دي استلمت سمية الدفعة الجديدة عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وغيرت صورة البروفايل لنفس الصورة الكاريكاترية وعرف طلاب السنوي العام انه خلاص بدأت المرحلة للمراجعة النهائية وهتنزل ملازم سمية الخشاب اللي منتظرنها بفارغ الصبر وكتبت سمية تغريدة قالت فيها انا فاكرة زي الايام دي في السنة اللي فاتت كنت بلخص لطلبة سنوية عامة والدفعة دي وكان اسمها دفعة سمية الخشاب ربنا معاكو يا حبيبي السنة دي وتفاعل مع التويتة دفعة السنة اللي فاتت اللي هما دفعة سمية الخشاب واحد فقالت مغردة انا كنت دخل امتحان العربي بمراجعة الادب اللي عملتها الفنانة وردت مغردة تانية وقالت انا دخلت امتحان الكيميا عشان الملخص اللي عملته لي الفنانة وجي منه كتير وتغريدة تانية اتكتب فيها مش فاكرة كان الادب ولا البلاغة بس حرفيا لمتهم من التويتات بتاعتك وبدأت تغريدات سمية الخشاب لشرح مواد السنوية العامة عربي وكيميا وفيزيا وفرنساوي والماني ما خلتش وتفاعل الطلاب على التغريدات نزل يرف على حساب سمية فكتبت مغردة على كلمات الالماني وقالت تقريبا الفنانة هتفضل معانا في كل مراحل تعليمية جمعت الايوان كله في اربع صور وعلق مغرد وقال حفظ الله الملكة انا كنت محتاج دي فعلا وغرد طالب سنوي على مراجعة الفيزيا وقال والله يا فنانة انا من غيرك ما كنت عارف عاملي ولما شرحت مادة الكيميا اللي كان ليها النصيب الاكبر في التغريدات كتبت طالبة تويتا قالت فيها جابت المادة في شوال وقالت مغردة ضيعت عمري مع عبد الجواد وما فهمتش حاجة في العضوية جات سمية الخشاب لخصتها كلها في كام تويتا قال كمان طالب سنوي احلى طنت سمية في الدنيا وعن شرح مادة اللغة العربية والمدارس الأدبية كتب مغرد وقال ما عجز عنه مدرسي اللغة العربية وكتب مغرد تاني هلم المنهج مع الفنانة ده غير منشن الطلاب لبعض وهم بيقولوا الأدب في تويتا ادعوا للفنانة وطلبوها بشرح النحو بنفس الطريقة السهلة اللي شرحت لهم بيها مدارس الأدب مش بس كده ده كمان الموضوع سمع بر مصر فكتبت مغردة سورية متابعة لها في تويتا وقالت سمية الخشاب كوين حقيقية السنة الماضية لخصت برنامج السنوية العامة للطلاب بمصر وهادي السنة عملت نفس الشي وين بعد في ناس هيك خاصة المشاهير وده خل طلاب كلية الطب كمان يطلبوها بتلخيص مواد البطنة والتشريح بتاعتهم وتساعدهم في فهمها بسهولة وطلاب هندسة وطلاب أسنان كمان قالوا لها وإحنا فين يا فنانة وفعلا سمية الخشاب ما كسفتهمش واستجابت وبدأت تنزل معلومات ليهم وتعاونهم عشان تسهل عليهم المتابعة ده غير كمان ان متابعينها على تويتر سموها كوين وشافوا ان اللقب ده لايق عليها جدا لانها مش فنانة عادية ده مفيش موضوع يهم الناس إلا ولازم تتفاعل معاهم فيه ودايما رأيها بيكون في حكمة ورزانة وانتو شاركونا ايه رأيكم في التعليقات من فيكم عنده طالب سنة وعام بيراجع المناهج مع الفنانة سمية الخشاب